بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا بالمحاضرة السابقة الى اخذنا هذين الرسميا وقلنا ذنن الرسميا مهمات جدا وقلنا ذنن لازم ينحفظا قدر ما تقدرون لا تحفظ الرسم بقدر ما تفهم الرسم حتى ما تخطيبه لان الحفظ احيانا تكون حفظ مؤقت وبالتالي تنسى المعلوم وتنسى الرسم خلي استفاد من هذن الرسميا واشتق بعض الاشياء خلي اروح على الرسم الاول اروح على الرسم الاول هذا اليو ش تساوي لي اليو هذي اقدر اقول اليو هذي لهذا الخط عبارة عن هذا الجزء زائد هذا الجزء نعم اقدر اليو هاي مننا الى هنا هاي اليو اقدر اقول هي عبارة عن هاي المسافة زائد هاي المسافة بلي هاي المسافة مو هي عبارة عن السي اي واحد تاني الالفة واحد على اعتبار تان الألفة واحد المقابل على المجاور زين إذا أريد المقابل فأيصير المجاور في تان الألفة زين فمعناتها هاي المسافة هي عبارة عن سي أي واحد تان الألفة واحد زين هاي المسافة شقد أيضا المجاور في تان الزاوية يطلع لهذا المجاور نفسه سي أي واحد بس في تان المنو الألفة واحد فصارت هاي المسافة هي عبارة عن سي أي واحد تان الألفة واحد زائدا سي أي واحد تان البيتة واحد طلعت هاي فأستنتج أقول أن اليو تساوي سي أي واحد في تان الألفة واحد زائدا سي أي واحد في تان البيتة واحد واضحة؟ هذا منين؟ من المثلث الأول مال من؟ مال الروتر جيد زين تقدر تطلع للسي أي مشترك؟ لو لا إذن اليو تساوي لي سي أي واحد في تان الألفة واحد زائدا تان البيتة واحد أريد سميها معادلة واحد الروح للمثلث الثاني من المثلث الثاني اللي هو ش اسمه؟ اسمه الستيتر ساعدني ترى نفس الشي نفس الشي أيضا اليو تساوي لي هاي المسافة زائد هاي المسافة يعني هاي المسافة هي سي أي تو تان الألفة تو زائد هاي المسافة اللي هي سي أي تو تان البيتة تو فنفس القانون كأنما مجرد الواحدات صار الاثنينات اليو تساوي لي سي أي تو في تان الألفة تو زائد تان البيتة تو معادلة اثنين أقدر أقول نساوي واحد مع اثنين ليش نساويهن لاثنينات يساوي اليو واليو هي نفس اليو في اعتيادي الساوي فراح تصي سي أي واحد في تان الألفة واحد سايدا تان البيتة واحد يساوي سي أي تو تان الألفة تو زائد تان البيتة تو لأنه سي أي واحد يساوي سي أي اثنين ويساوي سي أي نقدر نختصرهم بالتالي راح أحصل على علاقة مهمة اسمها تان ألفة واحد زائد تان البيتة واحد تساوي تان الألفة زائد تان شنو البيتة اثنين هذه علاقة أولى مهمة أي قانون أي علاقة أخليها داخل إطار يعني هي هذه مهمة بس أنا ما أشجع تحفظ يعني تفهم أفضل هذه المعادلة أقدر أسوي بها عادة ترتيب يعني أعزل البيتات واحد والألفوات واحد فأقدر أقول تان البيتة واحد على اعتبار هي تشبيرة ناقصا حولها هذه تصير تان البيتة اثنين شي ساوي لي تان الألفوات اثنين ناقصا تان الألفوات منوة واحد يفيدا ذني كل شي راح يفيدا زين بعد هذا يجعل على جانب يجعل أتحول على شي هذا أحتاج نحس شوي أرجع عليه كل نعرف الشغل هذا منوة الو الورك طبعا البيتة البيتة بدون كتلة البيتة وورك ولا يضرب بالأم دوت شي صير يصير شنوة مثلا يعني هسا خلي نقول الورك ما العلاقة أطلع من 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 اطار ال الاسبيسيفيك ومو اسبيسيفيك وورك هذا هذا وورك هذا الشغل الشغل الشي ساوي لي سابقا ما اخذينا الشغل عفونا من سابقا الشغل يساوي لليو في الدلتا سي دبال قد يكون واحد ما يذكر مادة المحطات ال يساوي لليو في الدلتا سي دبال السي تعرفون هم المثلث احنا مرسمنا وقلنا هذا السي وهذا السي اي وهذا ال وهاي ال هذا هو السي منا لهن هاي السي دبال يو المركبة الافقية للسرعة طبعا لأن هاي السرعة الخطية اللي تجي احنا ممكننا تجي سرعة خطية على الريشة هاي الريشة هي تصايرة مثلا مو تجي السرعة هي تشبه الصورة هاي هي السي وان هاي السي وان لأنه مائلة بألف واحد راح تتحلل تصير بها مركبة افق عمودية اسمها السي اكسيل وتصير بها مركبة افقية يسمونها السي W هي هاي المركبة الافقية معناتها ال W شي ساوي ان الشغل ساوي ال U افتح قوس السي W اثنين ناقصا السي W منو واحد واحد فكرة جيد خلي شوية اتسلسل اذا الشغل الشي ساوي هاي ال U افتح قوس هاي ال C W ارجعلي على المثلث ét CW اثنين هاي مو هي عبارة عن السي اكسيل فيتان الالفة اثني لو لا اذا هي عبارة عن CXL فيتان الالفة اثني اعيدها هذا المثلث المجاور فيتان الزاوي يطين المقابل فالCXL فيتان الالفة يطين CW2 نفس الفيلم من المثلث الأول CXCL1 تاني الألفا 1 يطيك CW شنوه 1 CXCL1 في تاني الألفا 1 يطيك CW شنوه يعني هاي الناقص CXCL طبعا ما أكتب 1 أو 2 لأنه هي نفس CXL اتفقنا في تاني الألفا 1 خلقه طلع CXCL مشترك إذن الW شتساوي أنه الشغل U في CXCL افتح قوس يبقى لي هنا فقط التان ألفا 2 ناقصا من هو تان الألفا من هو 1 إذن الW يساوي هاي الU في CA افتح قوس تان ألفا 2 تان ألفا من هو 2 ناقصا تان ألفا 1 شتساوي لي تان ألفا 2 ناقص تان ألفا 1 أقدر أقول استبدلها بتان ألف بيتا 1 ناقص تان بيتا 2 نعم فبدل ما أقول تان ألفا 2 ناقص تان ألفا 1 أقدر أقول تان بيتا 1 ناقص تان بيتا 2 صار عندي قانونيا كأنما واضحة 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 جيد يعني اللي اللي تختلط عدة الأمور يقدر يرجع على المثلثات ويقدر يسلسل بالموضوع هذا قانون الشغل وهذا قانون من هو قانون الشغل زين كلية نعرف أنه الشغل هو عبارة عن دلتا أج نوت صح لا الفرق بالإنثالبيات هو يطيق الشغل فمعناتها الشغل يساوي لي أج أو 2 ناقصا أج أو 1 الإنثالبية الاستاغنيشن الثانية ناقص الإنثالبية الاستاغنيشن الأولى الشغل يساوي الإنثالبية مو هي السي بي في التيل بدأ للأج أو 2 يعني أو تي أو 2 ناقصا سي بي في التي أو 1 طلع للسي دابليو السي بي مشترك شي بقى لي يبقى لي التي أو 2 ناقصا التي أو شنو هذا قانون شنو الشغل مو معناته هذا يساوي هذا ويساوي هذا لا لا يساويهم فيعني أقدر أقول استنتج إذن الشغل يساوي بدأ بعد ما أقول الشغل لأنه راح أساويهم مو صحيح لولا فالصير السي بي قاية السي بي في التي أو 2 ناقص من هو التي أو 1 شي ساوينا يساوينا أما يساوي لهذا يو سي اي في يو في السي اي في تان ألفة اثنين ناقصا تان شنو ألفة واحد أو أقول السي بي في التي نوت ناقص ناقصا تي نوت واحد يساوي هي اليو في السي اي أستخدم النوب الثناني أبو البيتات في تان البيتة واحد ناقصا شنو تان البيتة منو اثنين زيان أكفت قضية مهمة جدا 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 بالعمل وهي إنه هذا أقل من هذا واضح هذا يسمون الأكتوال هذا شو يسمونه الأكتوال شنو الأكتوال الأكتوال وورك هذا يكون أقل من هذا يعني هذا أكثر يعني هذا حتى نساويهن ما يساويهن لأنه بالحقيقة هذا الفرق درجات الحرارة ويسي بي يطيني قيمة أقل من هذا لأن هذا يعتمد فقط على الزوايا ويعتمد على السرعة هذا يعتمد على درجات الحرارة اللي هي من الممكن أنه يصير بيها تسريب وما تبقى عندي الحرارة شبيههن نفسه فبالتالي يقل عندي شغل زيان فمعناته هذا جزء أكبر من هذا زيان شون أساوي جزء كبير مع جزء قليل فلازم الجزء الكبير يضربونه في فتفاكتر معين حتى يصغر قيمته حتى يصير عندي شنو حتى يصير عندي مساويات فهنا نضرب الجانب الأيمن في فتشي اسمه اللمدة هاي اللمدة يسمونها الورك داون فاكتر ومعامل الشغل فبالتالي هسه صار عندي القانونين نقدر نعتبره نشبيهم مساويات ليش مساويات على اعتبار قيمة تصحيحية صححت بها شنو صححت بها القيمة لهنا أنا أوكي إن شاء الله جيدة جيد هذا مننا منهم وش يمثلي هذا يمثلي الشغل أرجع لكلمة البداية الشغل اللي ما بيأمدوت فهذا نسمي إحنا الشغل المنوى الشغل الالسبيسيفيك إلا أريد أربطوية الباور الباور كل يتنعرف اللي هي القدرة هي عبارة عن شنوى خلي شوي أتدرج بها القدرة متساوي إن التورك في الأوميغا هاي أوميغا يعني الرديا على السكند في التورك كل يتنعرف القدرة لأنني عندي عمليات دوراني شفت يدور والستيتر يدور العفو الهب يدور زين معناتها هاي الأوميغا خلينا نزلها التورك مو هو عبارة عن الفورس في نصف القطر يا نصف القطر طبعا نصف القطر ما تلهب نصف القطر ما تلهب هسا هاي بعدينا هسا هاي ما نحتاج إننا حشيلها أصلا وتساوي هاي الأوميغا الأوميغا في نصف القطر شتطيني قبل شوية رسمت فد رسم معين هالي هنا نشعب رسمت دائرة فهذا هو نصف القطر وهاي الأوميغا فحاصل ضرب السرعة الزاوية في نصف القطر يطيني السرعة الخطية فمعناتها ذن اليو في الفورس صح لو لا اليو تنزل الفورس هي الشنوة هي القوة القوة هي عبارة عن شنو جاية منين جاية من الزخم فاللي هي يتجيني عبارة عن الأم دوت مضروب في السيدة بليو طبعا في الدلتا سيدة بليو ويساوي هاي اليو في الدلتا سيدة بليو من ساعج قلنا عليها مو قلنا عليها الشغل لا لا فهاي معناتها أقدر أقول البور هي الأم دوت في الشغل واضحة هذا هو هم استنتاج هم يفيدنا ان شاء الله بالعمل مالتنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هنا أنا جيد ان شاء الله هنا جيد هس نحن سميناها ببداية بالمحاضرة السابقة سمينا 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 هي المرحلة اللي هي جاية من الواحد للثنين المن للثلاثة واضح سين فنقدر نقول كفاءة الاستيج هاي يسمها استيج افيشنسي كفاءة الاستيج كفاءة الاستيج تساوي لي تساوي لي التساوي لي التي او شنوه التي او ثلاثة تي او ثلاثة داش ناقصا التي او واحد لان هي الاستيج صيارة من واحد الاثنين 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 حدودها واحد وثلاثة فراح يصير الشغل بالكفاءة بين واحد وثلاثة فالتي او ثلاثة داش ناقصاً TO1 على TO3 ناقصاً TO1 هنرسم لكم الTS diagram حتى لا تختلط الأمور لا تتذكرون الTS هاي خطوط الضغط هذا B1 وهذا طبعاً B خلي نقول BO3 وهذا BO1 النقطة واحد هنا نصير لأنه كمبريسر راح يرتفع الضغط وبالتالي ترتفع الحرارة وياه فيصعد بها الصورة يوصل المن بالطريق يمر على الاثنين بالنتيجة يوصل المن إلى الثلاثة احنا اتفقنا في بداية الكورس أنه للداش هو للإجراء والما بها داش هي للإجراء منه الأكتشوال اللي نكتر نسميها فاش راح نقول عليها هاي O1 طبعاً حتى نكون دقيقين بالعمل فالتي او ثلاثة داش ناقصاً التي او واحد على التي او ثلاثة على التي او لأن احنا اتفقنا بالكمبريسرات إذ كفاءة الكمبريسر هي يصير عندي الشغل الشاقولي على الشغل المائل لأن الشاقولي هو راح يكون الأيزانيتروبي الأقل لكنه بالحقيقة الأكتشوال هو الأكبر فبالتالي احنا دائماً من الكفاءة أقل من واحد فيصر البسط أقل من المقام فالصير الفرق الأيزانيتروبي على الفرق الأكتشوال فصارت التي او ثلاثة داش ناقصاً التي او واحد على التي او ثلاثة إلى التي او شنوى؟ إلى التي او واحد هاي كفاءة من هو؟ كفاءة الاستيتش شوية خلينا نفلسف بيها شوية زين يعني؟ هسا هاي لو أريد أضرب طرفين بوسطين يعني أضرب الكفاءة في هذه مو صحيح في الدلتا صح لو لا؟ وأطلع النوب التي او واحد مشترك بين البسط وبين المقام واضح الفكرة؟ فراح تصفا يعني هاي طلع التي او واحد مشترك من نانا من هذولا طلع التي او واحد مشترك أنا ما أريد يعني يلا خنسويها هذي كفاءة الاستيتش في التي او ثلاثة ناقص التي او واحد شي ساوي لي؟ يساوي لي التي او ثلاثة داش ناقص التي او واحد كفاءة الاستيتش في هاي التي او ثلاثة ناقص التي او واحد نقدر نسميها دلتا تي او لأن هي دلتا تي او الكلية للاستيتش الكاملة شي تساوي لي؟ طلع اللي تي او مشترك من نانا تي او واحد الشي يبقى؟ هنانا يبقى واحد يعني طلعتها مشترك هنا شي صير ما بيها فتتقسم عليها صير التي او ثلاثة داش على التي او شنوى على التي او واحد هسه ش راح أسوي راح تصفى للعلاقة الدلتا تي نوت تساوي تي او واحد على كفاءة شنوى الاستيج مضروبة بيمن في التي او ثلاثة داش الى التي او واحد ناقصا واحد زين بعد شوي خلنا نتطور تي او تساوي تي او واحد الى كفاءة الاستيج في التي او ثلاث الى التي او واحد هي علاقة البي او ثلاثة الى البي او واحد ومو تقل لتي أو تلاثة داش الضغط ما العلاقة بالداش ومو داش شوفوا الرسم هو ضغط واحد نفسه يمر بالداش ويمر بدون داش بالحقيقة وبالأكتشوال طبعا أس شنو ما طول صار الضغوط يعني صارت أس قاما ناقصا واحد على قاما ناقصا شنوه ناقصا واحد أيضا نخلي هذا داخل برواز جيد هس من هاي العلاقة من هذا القانون راح أطلع البيت أو تلاثة إلى البيت أو واحد هو اللي يساوي لي لأن هاي النسبة البيت أو تلاثة إلى البيت أو واحد يسمونها الستيج براشر رايس يعني يسمونها ارتفاع الضغوط خلال المرحلة البيت أو تلاثة إلى البيت أو تلاثة إلى البيت أو واحد يسمونها الستيج برج الرئيس يطيك إياها يطلبها من عندك بعد هذه حسب شوف الدوين راح تقدر تستخدمها معناتها هذه راح أقليها هي اللي يتساوي يعني البي او ثلاثة تساوي للبي او البي او واحد البي او ثلاثة الى البي او واحد شي ساوي لي شي ساوي أول شي هذي راح أضرب هذي فيها وقسم على التينوت وأجمع ويا الواحد فراح دي ايش دين أنا أريد هذي صح لو لا أجيب هاي الكفاءة الافيشنسي يعني الافيشنسي ما للاستيج في الدلتا تينوت على التي او واحد زائد الواحد فيصير واحد زائدا دلتا تي او في كفاءة الاستيج مقسومه على التي او واحد هذا كله هنا ومو كانت اس قاما ناقصا واحد على قاما من تنقل الاس اللي هنا أنا ينقل وبيصير اس قاما على قاما ناقصا واحد خلصت منين اكتشفت قانون جديد هاللي أجي أباوع قبل شوية أنا شكتبت من قانون هس شن اللي أقدر أحصل عليه لو أرجعلي شوية على القوانين اللي كتبتها قبل شوية هذه هي القوانين مثلا هذا يعني خلي نقول الشغل الكل خلي أقول الشغل الكل خلي ما أدوركم بالكتبت بما أنه الشغل الشي ساوي لي بما أنه الشغل الشي ساوي هذا الشغل مو من ساعة يش قلنا عليه مو قلنا عليه الشغل يساوي أن ال 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 U في Đelta C W مو قلنا عليه هي الشغل لا نعم وعندما حيننا ونفس الواقت شو قلنا عليه قلنا عليه هو يعني هذا الشغل هذا الشغل هذا قلنا عليه يساوي أن CB في Đelta T نوت هس من ساعة صلعت الشغل خلال ال 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 دالتا تesaوى دالتا تي نوت على السيف دالتا تي نوت على السيف دالتا تي نوت الدالتا تي椅و مول يو في الدلتا تي في الدلتا سي دابل يو وقلنا ضربناها باللمدا لولا قلنا على مودة نصحح القيمة لولا صحيح لولا فشنو معناتها هقدر هقولها ينعوضها في واح في ستار لانا راح اشيل الدلتا تي نوت احط مكانها لمدا في اليو في الدلتا سي دابل يو على السي بي فرح تصفالي العلاقة البي او ثلاثة الى البي او واحد يساوي انه واحد زائدا كفاءة الاستياج هذي في الدلتا تي نوت اللي هي هذي في لمدا في اليو في الدلتا سي دابل يو على التي نوت في السي بي اللي هي هذي الكل اوز شنو اوز قاما على قاما ناقصا واحد ثقه ما حافظ القانون مجرد دا ارتب المعادلات فقط التسلسل اعرفك يعني انت بامكانك تحفظ القوانين بدون ما تحس باي صعوبة هاي البي او ثلاثة يعني جيد اذا هالساني شا راح اسوي خلصت من ين من اكتشاف او من كتابة قانون البي او ثلاثة الى البي او واحد اللي هي يسمونها الاستياج برجر شنوه رايس ارجع شوية للريشة اللي انا اقفل انتهي ارجع شوية المل للريشة من ساعة مو كنان عندي شفت وعندي هذا سمينا من يذكرني به سمينا الهب وقلنا هنا اكو ريشة هاي الريشة مننا الى هنا من المركز لهنا نقدر نسميها الار يعني الار ار الار ار هو الريديس ريديس ريديس اوف هب او نقدر نسمي الريديس اوف روتر بارت ريديس اوف روتر بارت الجزء الدوار زين الحد النهاية الحد نهاية الريشة هاي من تفتر الشكل دائرة لو ما الشكل دائرة ايا بشكل دائرة يعني هذا نصف قطر لو ما نصف قطر نعم نصف قطر سموها الار تي ليش سموها الار تي لان اعلى نقطة يسمونها التب اعلى نقطة شي سموها التب فمعناته صار عندي ار ار وعندي ار تي خلال العمل وخلال الدوران اكو بعض الاحيانا يصير كسر عندي هنا بالريشة يصير عندي كسر بالحاف يعني بقاعدة الريشة هذا الكسر شي سمونا او اي مكان من النقاط بس هو اخطر نقطة هذه هذا جاي من سبب اه الاجهاد يسمونه اجهاد الطرد المركزي اكو فاد اجهاد اسمه السيجما سي تي السيجما سي تي يسمونه المكسيمم سنترفيوغل سنترفيوغل تنسايل ستريس اجهاد الطرد المركزي بيقانون نعم بيقانون اجهاد الطرد المركزي اللي هو السيجما سي تي يساوينا الكثافة ما للمادة المصنوعة منها الريشة على اثنين واضح في الاوميغا اللي هي السرعة الدورانية تربيع في الار تب تربيع ناقص الار شنوه تربيع اوكي الهنان ان شاء الله ان شاء الله حتى استغل الوقت المتبقي القليل من الفيديو لو لاحق لو ما لاحق اكو قانون اخر للسي تي يساوينا نقدر نقول عليه هو الروبي يعني ما للمدين على اثنين في اليو تربيع تي هسا اقول شنو معناتها في واحد ناقص